هذه الرمزية بأن يشارك الرئيس ويرسل هذه الرسالة لهؤلاء المجتمعين في هذا المؤتمر السنوي الجمعية الإسلامية الأمريكية تفضل يا للمفارقة أخي الكريم أن بعض الدول العربية أو إحدى الدول العربية تصنف مؤسسات تعمل من أجل القوة الإسلامية ومن أجل نشر الإسلام وحماية الإسلام من الإسلاموفوبيا هذه الدولة مثلا وضعت هذه المؤسسة على أنها مؤسسة إرهابية مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الفيدرالية تحترن هذه المؤسسة ومسجلة في جميع سجلات هذه المؤسسة ولكن الشكر لله ثم للرئيس أردوغان الذي يقف مع أهل الحق ومع الإسلام حتى مع كل المنظمات التي تدعو للتآخي في العالم فلذلك أنا أقدر هذه الرسالة بل دعني أتحدث هنا كمواطن مسلم عربي أمريكي وليس في منظمة إسلامية ولكن كمواطن عادي أشعر أنه على الأقل ما زال هناك صلاح الدين آخر يدافع عن حقوق العرب وحقوق المسلمين ولكن للأسف أعود وأقول أن بعض الدول العربية قامت بتصنيف هذه المؤسسة كمؤسسة إرهابية أنا أعرف هذه المؤسسة منذ سنة 1993 وأعرف القائمون عليها جميل ويقال بأن سيد محمد يقال أنها جمعية تنتمي لجماعة الأخوان المسلمين هل هذا صحيح؟ منذ متى كانت حركة الأخوان المسلمين ممنوعة في أمريكا؟ منذ متى كانت ممنوعة في الغرب؟ منذ متى كانت ممنوعة في الدول العربية؟ ولكن يعني بس أنت بتعرف في حتوط حمر على هذه الجماعة بالنسبة للمجتمعين هناك يقال بأنها هي تنتمي لجماعة الأخوان المسلمين سيد محمد وبالتالي ليس هناك مواقف يعني عربية تجاه هذه الجمعية والاجتماع السنوي لهذه الجمعية الإسلامية في أمريكا أولا أولا يعني أنا لست في أي منظمة أو تجمع إسلامي زي حركة الأخوان المسلمين أو غير حركة الأخوان المسلمين ما النظر التاريخي والجمعية؟ فضل ولكن أنا أدعم هذه المؤسسة يعني ماليا وشخصيا وأنا أدعى إلى جميع يعني جميع تجمعاتهم وأساعدهم ويساعدوننا أنا أتذكر عندما يكون هناك قصف على أي دولة عربية ليس فقط على فلسطين وعلى غزة وعلى الطفل الغربية ولكن على سوريا وعلى لبنان كان مهدي بريل مهدي كان أحد المؤسسين كبار المؤسسين لهذه المؤسسة كان في الطليعة يدعم حقوق العرب والمسلمين فلذلك إذا كان دعم العرب والمسلمين والمسلم وحقوق المسلم في أمريكا إخوان المسلمين فلماذا لا نحن مع الدفاع عن الإسلام والمسلمين بغض النظر عن الانتماءات السياسية لأي طرف طيب ذكرت بأنك تعلم وتعرف هذه الجمعية منذ عام 1973 تفضل يعني اروي لنا هذه النظر التاريخية لهذه الجمعية سيد محمد نعم في سنة 1993 وأنا أود هنا أن أشرح قليلا هناك كذلك مؤسسة إسلامية أخرى في أمريكا يطغى عليها اللون العربي والجنوب آسيوي الهند باكستان ماليزيا وهي منظمة كير وهناك الإخوة من الأفارقة الأمريكيين والأفارقة المسلمين الذين شعروا أنهم بحاجة كذلك لأن يكون هناك مؤسسة تقوم بالعمل التطوعي والعمل الخيري وعلى العمل السياسي من أجل دفاع عن الإسلام لأن مسلمين أمريكا من السود كثيرون جدا يتعدى عددهم الثلاثة إلى أربع مليون وهناك يعني البعض يقول أنهم تمانية مليون فلذلك هم خرجوا ودخلوا مع العرب الأمريكيين والآسيويين الأمريكيين المسلمين من أجل الدفاع عن حقوق المسلم في الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتهمهم بالإرهاب هو الإرهابي وهو المعادي للإسلام في كل مكان في العالم أنا عملت معهم وذهبت إلى الزيارات التي يقوم بها لمساعدة الناس وحتى يساعدون في التعليم يساعدون في الجمعيات الخيرية التي تساعد كبار السم وكذلك يساعدون في المدارس من أجل تحضير النشأ لتقبل الإسلام حتى النشأ المسلم يعني يحاولون دعم الشاب المسلم أن يعتز بإسلامه وأن لا يخاف أن يقول أنه مسلما وأنه هو جزء من هذه الأرض في أمريكا ولن يسمح وفي لا يسمح لأحد أن يتقاول على الإسلام المسلمين فأنا برأيي هذا الدعم من الرئيس الطيب أردوغان مهم جدا وأنا عندما سمعت بهذا الخطاب أنا نفسي شخصيا وهنا أنت تعرف لا أطبل لأحد ولا أحد يدفع لي ولا أفضل حتى فلوس من أحد أنا هنا مريد موقف هو هنا في موقف للرئيس أردوغان ونغطي هذا الموقف بكل شفافية سيد محمد دعم نعم فأنا شعرت أنه يعني هذا هو صلاح الدين الجديد الذي سيعطينا قوة الدفع لحماية الإسلام والمسلمين وكان صلاح الدين كذلك هو لم يقتش بالله بالصليبين ولا حتى بالكهول لماذا هذا الموقف مهم سيد محمد؟ لأنك ذكرت في حلقة سابقة أن هناك منظمات عنصرية في أمريكا ذكرت أيضا منظمة الكي كي كي وفصلنا فيها هذه المنظمة العنصرية في أمريكا اليوم عندما يقول المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كامل من أمريكا في هذا الاجتماع وفي هذا المنتمر أن تركيا تؤمن بالعلاقات القوية والصحية مع المجتمع المسلم في أمريكا وتولي أهمية كاملة وكبرى للتعاون التركي مع المجتمع الإسلامي في أمريكا ماذا يمثل ذلك في مواجهة هذه العنصرية في أمريكا ضد المسلمين؟ مهم جدا لأنه في ظل غياب مؤسسات مثل ماس وكير والمؤسسات المسلمة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية سنصبح نحن هنا كالحمل الأسود فلذلك أو كالقط الأسود في هذا البلد وأنا برأيي تقوية هذه المؤسسات ودعم هذه المؤسسات للعمل على فكرة التعايش وعلى النبضة العنصرية الموجهة الإسلاموفوبيا ضد المسلمين وضد الملونين في هذا البلد وكل من يقول أنه مسلم هناك منظمات ليس فقط المنظمات الكي كي كي هناك منظمات أخرى وكذلك هناك نتذكر أن الرئيس ترامب قام بوضع عدة قرارات معادية للمسلمين حول العالم ومنع كثير من المسلمين الحضور إلى أمريكا كان هذا أنا برأيي واجب هذه المنظمات وقامت هذه المنظمات بأعمال كثيرة وكذلك علينا أن نتذكر أن إلهان عمر استطاعت أن تحصل على تصويت في الكونغرس الأمريكي لتشريع قرار ضد الإسلاموفوبيا ضد المعاداة للإسلام فلذلك الحمد لله نحن بخير وبدعم الطيب الرئيس الطيب أردوغان سيكون لنا كذلك وجود أقوى وأفضل وأتمنى على الإخوة الذين يسمعونني أن يتذكروا أننا هنا في أمريكا نتعدى 9 مليون مسلم ونحن أكبر من كثير من الدول التي تتهم مسلمي أمريكا بالإرهاب أو بما يقولون أننا نحن منظمة إرهابية كما يصنفونها الإخوان المسلمين نحن حي من أحياء شيكاغو مثلا من المسلمين أكبر من هذه الدولة وكل الوافدين إليها وعدة دول كذلك التي تعادل المسلمين دول مسلمة تعادل المسلمين نحن أكثر عددا منهم ونحن ملتزمون ومتمسكون بالإسلام وبدعم الإخوة من الخارج وخاصة الحكومة التركية والرئيس أردوغان سنصمد وسنستمر وسنرفع سنة عاليا أننا مسلمون ومن هذه الأمة الإسلامية وصلت الرسالة في ذلك أشكرك زيدي الشكر من كنت معنا من مدينة واشنطن العاصمة الأمريكية السيد محمد أويس المختص بالشاعة الأمريكي وخاطبت هنا الوجدان في هذه الرسالة للرئيس أردوغان المقدمة والذي بعثها إلى المجتمعين في المؤتمر السنوي للجمعية الإسلامية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر